ليلى والذئب واحد في قرية تخيم السعادة على سكانها تعيش فتاة صغيرة اسمها ليلى تحبها أمها وقد صنعت لها قبعة حمراء اللون صارت ترتديها فاشتهرت بين أهل القرية باسم ليلى صاحبة القبعة الحمراء ذات يوم ملأت الأم سلة صغيرة كعكا وفواكه وخاطبت ابنتها قائلة خذي هذه السلة واذهبي لزيارة جدتك وكوني حذرة لبست ليلى ثيابها وقبعتها وانتعلت حذاءها وخرجت وفي الطريق أطل عليها ذئب خبيث ضخم الجثة وناداها قائلا صباحك سعيد أيتها الصغيرة إلى أين تذهبين بهذه السلة أجابت ليلى في لطف وسذاجة أنا ذاهبة لزيارة جدة المريضة فهي تقطن قرب الطاحون في طرف الغابة زمجر الذئب في صوت خفيض حسنا حسنا بلغيها سلامي ركض الذئب بأقصى سرعته بين أشجار الغابة أما ليلى فتابعت طريقها وهي تتسلى بقطف الأزهار ومطاردة الفراشات الملونة وصل الذئب إلى بيت الجدة وأطل من النافذة فلمح المرأة العجوزة جالسة على كرسيها تشتغل بالصوف وعندما وقع نظرها عليه انتفضت من كرسيها واختبأت في غرفة صغيرة وأقفلت الباب على نفسها غضب الذئب كثيرا فدخل البيت وحاول تحطيم باب الغرفة التي لجأت إليها الجدة ولكنه لم يفلح فمر إلى غرفة العجوز ووضع على رأسه قبعة نومها وعلى كتفيه شالها وانسل إلى سريرها فاستلقى عليه وبقي ينتظر وصول الفتاة من قصة ليلة والذئب إصدار المطبع المركزي بدمشق من صفحة ثلاثة حتى تسعة أكتشف وأفهم واحد أتأمل الصورة وأقرأ اللافتتين ثم أتصور موضوع النص أنا ذاهبة لزيارة جدة المريضة فهي تقتن قرب الطاحون في طرف الغابة وصل الذئب إلى بيت الجدة وتطلع من النافذة الإجابة عند قراءتي لللافتتين أتبين موضوع النص وهو مغامرة ذات الرداء الأحمر وهي قصة قديمة لطالما تابعناها مرارا وتكرارا اثنان أقرأ النص قراءة صامتة وأعين الجمل التي تتصل به صاحب الذئب ليلى إلى منزل الجدة خافت الجدة لما رأت الذئب من النافذة استلقى الذئب على الفراش ينتظر وصول ليلى ثلاثة أجيب عن الأسئلة الآتية بما اشتهرت ليلى بين أهل القرية؟ الإجابة اشتهرت ليلى بين أهل القرية بقبعتها الحمراء بما نصحت الأم ابنتها قبل خروجها لزيارة جدتها الإجابة نصحت الأم ابنتها قبل خروجها لزيارة جدتها بالحذر ماذا فعلت الجدة لما أطل عليها الذئب من النافذة؟ الإجابة لما أطل الذئب على الجدة من النافذة انتفذت الجدة من كرسيها واختبأت في غرفة صغيرة أربعة ألف أعوذ ما هو مسطر بما يفيد المعنى نفسه تخيم السعادة على سكانها ترتدي ليلى قبعة فهي تقطن قرب الطاحون لمح الذئب المرأة العجوزة جالسة الإجابة تعم السعادة على سكانها تلبس ليلى القبعة فهي تسكن قرب الطاحون رأى الذئب المرأة العجوزة جالسة باء ما الفرق في المعنى بين ارتدى وانتعل؟ الإجابة عندما نقول ارتدى أي أننا نتحدث عن اللباس في حين عند قول انتعل فنحن نتحدث عن الحذاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر